بالنسبة للفعل الماضي في قوله تعالى علم القرآن هل معنى هذا أن القرآن كان موجوداً قبل النبي وعلماً للإنسان مستحيل هذا هل هذا يقصد القرآن القرآن أو يقصد قراءة مثلاً وخاصة أن القراءة والكتابة ثم أن الزمن المرتبط بالفعل نجده في القرآن حياناً يخرج عن سياقه الزمني مثلاً أتى أمر الله فلا تستعجله أتى أمر الله فلا تستعجله الله خلق الزمن ولذلك عندما يتكلم ويتصر في دلالات الفعل هو يتكلم على أنه خالق الزمن وأنه خرج الزمن عندما يقول علم الإنسان هذه عملية متجددة باستمرار عندما يلد كل إنسان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر